اتهمت السويد ثلاثة رجال من وسط آسيا بالتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية كما يواجهون مع ثلاثة آخرين اتهمات بتمويل تنظيم داعش الإرهابي ووجه الادعاء العام في السويد الخميس هذه التهم في حين قال مكتب الادعاء في ستوكولم في بيان إن ثلاثة من المشتبه بهم حصلوا على كميات كبيرة من المواد الكيموية ومعدات أخرى وقاموا بتخزينها من أجل قتل أشخاص أو إلحاق الضرر بهم مشيرا إلى أن الجريمة الإرهابية لو نفذت كانت قد ألحقت ضررا كبيرا بالسويد